السلام عليكم سنستعرض بهذا الفيديو الدرس السابس لمادة الحاسوب الصف السابع نسخ النصوص ونقلها تعرفنا في الدروس السابقة على كيفية فتح برنامج معالج النصوص وإنشاء مستند جديد والطباعة داخل هذا المستند في هذا الدرس سنتعرف على أمرين مهمات نسخ النص ونقل النص بعد ما ننشئ المستند ونطبع الفقرات ممكن نحتاج أن نكرر فقرة أو جزء منها أو نعمل لنقل لغير مكان هاي الفقرة فرح نتعرف أول إشي على نسخ النص يعني بقاء النص الأصلي في مكانه مع وضع نسخة منه في مكان آخر في المستند نفسه أو في مستند آخر نقل النص يعني حذفه من موقعه الأصلي ثم وضعه في مكان آخر في المستند أو في مستند آخر بمعنى يا سابع الفرق ما بين النسخ والنقل النسخ بعمل لي نسختين يعني يتكرر الفقرة مرتين لكن النقل بيغير مكان الفقرة داخل المستند أو ممكن النسخ أنسخ من مستند لمستند آخر طيب نبلش نطبق عملي كيفية النسخ أو خطوات النسخ تعرفنا فيما سبق أنه أي تعديد بدي أجريه لازم أعمل على تحديد النص فبداية نحدد النص المطلوب بالسحب والإفلات بعدين بنقر بزر الفقرة الأيمن فوق النص المحدد وبختار الأمر نسخ بعدين بنتقل أو بضع المؤشر في المكان المراد نسخ النص إليه لو بدي أنسخ النص هون بنقر بزر الفقرة الأيمن وبختار آدات اللصق فبلاحظ صار عندي نسختين هاي عملية النسخ طيب عملية اللصق لازم أحدد النص المطلوب بنقر بزر الفقرة الأيمن بختار الأمر قص اخترت الأمر قص بنتقل بمؤشر الفقرة في المكان المراد نقل النص إليه بنقر بزر الفقرة الأيمن واختار الأمر لصق أو آدات لصق باتمنى منكم أنكم اتطبقوا الدرس عملي على أجهزتكم اشتركوا في القناة